في البداية كده هقول لكم على معلومات عامة خلال خمس دقائق ممكن تتعرف على الببغاء كذا كان مريض او لا وبعد كده هنطبقها بشكل عملي معاكم على احدى الببغوات اللي عندي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال عساكم بخير يا رب دائما وين ما كنتم في هذا الفيديو رح اقول لك كيف ممكن تشتري الببغاء اللي انت تحبه بطريقة صحيحة وما تنخدع فيه ابدا كيف تعرف الطائر الصحي الحيوي النشيط اللي ممكن تشتريه وما تشتري الطائر الخامل او التعبان وبالنظر كذا كيف ممكن تعرف الطائر اللي صحة ومناسبة تابع معي هذا الفيديو كويس عشان تعرف تشتري الببغاء بدون ما تندم او تزعل عليه وكمان رح اعرفك على طريقتي انا في شراء الببغاء او طيور من اماكن جديدة اول مرة اروحها او حتى اماكن ثقة يعني باختصار شديد رح احط بين ايدك خبرة عشر سنين في شراء الطيور الببغوات عشان تتجاوزها وانت ما تخطئ فيها اهم حاجة تأكد قائل ما تكمل هذا الفيديو انك انت مشترك معنا بالقناة نفعل الجرس وحط لايك لهذا الفيديو ويلا بلاشي كلام كثير وخلنا نروح نخش في صلب الموضوع طبيعي اني اول حاجة رح اقولك عليها هو انك تشتري من مصدر موثوق كيف يعني مصدر موثوق مصدر موثوق هو انك انت تعرف الشخص تشتري منه عنده سمعة طيبة في السوق او عنده تجارب او عنده تقييمات من ناس سبقوك اشتروا منهم او حتى معروف مكان حي في السوق نفسه لانت تروحه في اي مدينة يكون هذا الشخص معروف انه هو شخص الناس يشتروا منه عنده تجارب احد من اصدقائك عنده تجربة مع هذا الشخص احد مربيه نصحك فدائما ابحث عن مصدر كويس طيب فالنفضل ان انا شخص مجرد هاوي ابقى اشتري بابغاءه خلاص ما ابقى ادور من كويس ابقى اعتمد على نفسي ما في مشكلة سوان عندك مصدر موثوق او لا انا هعطيك طريقة باذن الله تجنب بها انك تنخدع في اي طير ممكن تشتريه ولكن المصدر موثوق رح يوفر عليك مشوار طويل تخيل انه خمس دقائق من وقتك هي كفيلة انها تظهر سبعين في المية من مشاكل موجودة عند الطائر في بعض الطيور ممكن تعرفك على جنسه او حتى ممكن تعرفك على نشاطه وحيويته وتعرفك على عمره كمانا او برضو تعرفك اذا كان هذا الببغاء او الطائر يعاني من مرض معين او انه سليم ما في اي مشكلة خمس دقائق من وقتك رح تفرج عليها على الطائر تشوف حركته في القفص هل يأكل بشكل طبيعي هل يشرب ماء بشكل طبيعي هل يتنقل ويتحرك هل يلعب في القفص هل انه مرح حيوي برضو مهم جدا ترقي نظرة على الموية والاكل وعلى الارضية حقت القفص لو لقيت الموية ما هي صافية الموية فيها رائحة كريهة الموية فيها تفليات يعني مانا كذا المربي او التاجر غير مهتم في الطيور اللي عنده هذا الشيء ممكن يولد عندك مرض انت متشوفه الان متشوفه الا بتحليل براز وانتم بكرامة او بتحليل دم فيروسات في الكبد مشاكل داخلية خصوصا لو كان هو مصاب حديثا ما رح تعرف هذه الاشياء من مجرد خمس دقائق في النظر لكن خلنا نشوف ايش الاشياء اللي تسبب هذه المشاكل الكبيرة في الجهاز الهضمي او عند الطائر بشكل عام القاء النظر على الاكل وعلى الموية تشوف الاكل هل هو دائما معتني فيه هل يغيره الاكل بشكل مباشر حتى لو انت تبتشنين عنده طائر واحد تشوف باقي الاكفاص تأكد برضو ان هو شخص مهتم بالطيور اللي عنده ايضا لا تنسى ان كنت تلقي نظرة على البراز وانتم بكرامة مثل ما بتلكم ارديث القفص تشوف هل هو البراز طبيعي صلب ام انه هو سائل اسهال يعني وانتم بكرامة وهذه الحركة ما تحتاجه شخص عنده عشرين سنة خبرة انت بمجرد النظر رح تعرف وبرضو خلال الخمس دقائق هذه انت ممكن تتعرف اذا كان الطائر هذا عنده قلش تغيير ريش هل في ريش في ارديث القفص هل في ريش حولين المكان هل الطائر هذا خامل جالس في مكانه ما يتحرك ابدا فاعرف على طول انه هذا الطائر عنده مشكلة معينة صحية يعاني منها ممكن تقدر تعاجه لكن ما بوقت تتحمل ذنب الطائر هذا فابغاك تسيبه عند شخص صاحبه ولا تشتريه ابدا اذا كان هو خامل او الطائر باين عليه انه هو مريض او تعبان ما يتحرك ما هو نشط في القفص هذه كلها علامات مبدئية تقولك انه هذا الطائر فيه مشكلة برضو حاجة ثانية لا تشتري ابدا اي شخص يربي حمام بجانب الطيور هذه مشكلة كبيرة الحمام او الدواجن بشكل عام منعتهم قوية لذلك الامراض اللي تجيهم اقوى من امراض اللي تجي للببغوات حتى البكتيريا والفيروسات اللي تصيب الحمام قوية جدا ممكن انها تموت الببغاء اذا جات فيه فلذلك انت حاول انك تتجنب قد ما تقدر المحلات اللي يحط لك الدجاج هنا يحط لك الطير هنا الببغاء جنب بعض هذه مشكلة كبيرة حاول انك تتجنب هذه المحلات ما تشري منها حتى لو لقيت عندهم حاجة كويسة بسعر مناسبة الله وعلا قد يكون خلال فترة شراعك له انتقل له فيروس حيوه وحركات وحبوب كده تنظر على بعض الاماكن المهمة قبل ما تنظر على منقاره تنظر على عينه الجفن حوالي عينه على ارجله وعلى طريقة طيرانه او على طريقة رفع جناحه اذا تقدر وعلى رسمة شكله وعلى اكتمال ريشه وذيله واجنحته ورأسه كمثل الكوكتيل لازم يكون في عنده عرف الرأس فبدون عرف هذا يعني ببغاء تصاقط عنده ريش ممكن هذه تكون معلها معاني كثير مشاكل اهم حاجة الارجل او منطقة الخشم او العيون يكون صافية ما فيها اي مشاكل ما فيها تقشرات ما فيها اشياء متكتلة او اجسام غير طبيعية موجودة في هذا المكان مثل يكون فيه كتلات دم او يكون فيه كتل بكتيرية او تجمعات تفيليات او حاجات كده موجودة على الرجل على العين على الخشم المنقار ما يكون فيه سوائل كثير المنقار تشاهده مرسومة طبيعية ما فيه اي علامات دم او فيه اي مشاكل او جروح وهذه كانت معلومات عامة تسويها في خمس دقائق بعد كده من حقك انت انك تمسك الطائر بيدك وعلشان اقدر اوضح لك هذه المعلومة اكثر رح اجيب لكم ببغاء الان وافحصوا بيدي معاكم ونشوف اذا كان هو سليم ولا لا عندنا هذا الببغاء الجميل الصنكنيور هو رح نجعل الان التجربة باذن الله اول حاجة من فوق الى حد تحت الى حد اخر منطقة في الدين اول حاجة من فوق رح تلقي عليه هي العين مثل ما انتم شايفين صافية ما فيها اي بقع اي علامات حمراء او اي حبوب او اي كتل غير طبيعية موجودة برضو هذا شيء نطبق على العين الاخرى الجفن برضو اللي حول العين طبيعي جدا بعد كده حنشوف بجانب العين استنى بعد كده حنشوف بجانب العين منطقة الخشم مثل ما هي واضحة ما فيها اي قشور او اي سوائل قاعد تنزل من هذا المنقار من الخشم فمعنى ذلك انه هي طبيعية جدا بعد كده نروح للمنقار المنقار اللي انت شايفينه هذا الخطوط اللي موجودة فيه او بعض القشور هذا اللي انه الببغاء في طور النمو فالمنقار بيكبر وتطلع مع الايام او مع الازمنة في الببغاء بشكل طبيعي جدا تختفي وتجي يتأثر ويتعالج منها بشكل طبيعي جدا بدون اي تدخل منك بعد ما انتهينا من منطقة المنقار ننزل نشوف منطقة الصدق هل يوجد فيها اي بروز مثل ما هو واضح لا يوجد اي بروز عندنا هنا فمعنى كده هذا الطائر بيتغدى كويس عند الببغاء او عند الطائر بشكل عام انا التشريك هذا كله ما ياخد مني عشرة ثواني او عشرين ثانية لكن انا قاعد اسرح فراح اضطر اني ااخد وقت شوي مع الببغاء بعد كده نلقي نظرة على الارجل الارجل نظيفة ما فيها اي قشور طبيعية جدا مثل ما هو واضح ما فيها اي كتل موجودة ممكن تكون طبقات غير طبيعية كل شي موجود هنا طبيعي ما هي مقشرة ما فيها اي كتل ما فيها اي اجسام غريبة او خارجة عن طور نمو الببغاء نفسه الان وانتم بكرام نيجي لاخر منطقة اللي هي منطقة الاخراج هذه نظيفة جدا ما فيها اي مشاكل احيانا ممكن تلاقي في بقع خضرة او بقع اخرى ملونة هاي تجي بسبب سوء اخراج او الاسهال وانتم بكرامة في الطائر طبعا شمس الببغاء سنكنه طفش من عندي ابغاك توقف الفيديو الان وتكتب لي في التعليقات ايش المشكلة اللي انت لاحظتها موجودة في هذا الببغاء اللي فعليا موجودة رح اعطيك ثانيتين او انك توقف الفيديو وتشوف ايش المشكلة بالضبط طيب رح اقولك عن اجابة الان فلو اتأكد ان كنت اكتبت الاجابة في التعليقات قبل ما تسمع الاجابة مني المشكلة اللي موجودة هي انه في تناثر في الريش بشكل غير طبيعي مثل ما انتم شايفين هذا في اماكن ما فيها ريش او في اماكن فيها تساقط في الريش بشكل غير طبيعي هل هذه مشكلة في الطائر؟ اجي اركز في هذه المناطق مثل ما هي واضحة هنلاقي هنا انه فيه ريش صغير قاعد ينمو ويطلع طبعا هذا الامر راجع لأول تغيير الببغاء هذه مرحلة تيجي في الصيف للببغوات اسمها القلش او تبديل الريش يبدأ الطائر يتساقط من عنده الريش شوية هنا وبالاعلة كل مكان تقريبا مثل ما هو واضح هيبدأ يتساقط الريش من عنده وتطلع بعد الريش الجديدة اتوقع الان اصبح عندنا فكرة عامة عن اللي قاعد يسير عن طريقة البحث عن المشاكل في الببغاء للأسف برضو سيتصور نقطة مهمة هي فرد الجناح هتفرد الجناح الايمن والايسر وتشيك على الريش اللي مترتب وكلهم موجودين ما عنده اي تنتيف او اي قص الا طبعا لو صاحب الببغاء قالك انا قاص ريشو او ناتف ريشو هذا امر اخر لكن كببغاء طبيعي اليف او هدد مفروض ابدا ما يكون في اي تنتيف او اي قص في الاجنحة وتقريبا كذا انا انتهيت لكن بقول لكم على خلاصة صغيرة جدا وهي السر في شراء الببغوات الجديدة انا شخصيا لما تعاني مع شخص جديد ما اوري له ان انا عارف اي حاجة اسمع منه الكلام اذا قل لي هو كلام انا ممكن استوعبه او واضح على الطائر هذا الشي فانا رح اصدقه في باقي الكلام اللي رح يقوله لكن لو قل لي مثلا الطائر سليم ما في اي تغيير ريش وانا شايف انه فيه تغيير ريش ما رح اشتري من عنده ابدا لانه هذه بداية الكلام كان ما فيها ثقة فالاسف انا ما اعرف يا اني انا رح اجتهد واشوف الطائر كويس بنفسي واقيمه بنفسي او اني اصدق هذا الرجل او هذا الشخص اتعامل معه عشان كده كانت اول نقطة قلت لك اياها انا شيك على المصدر او ابحث عن مصدر ثقة هذه هي اهم حاجة انت رح تسويها وهذه ابسط حقوقك المشترين انك انت تشوف ايش رح تشتري او تتأكد من سلامة اشي رح تشتري لو كان الببغاء مش اليف ممكن انه هو يسبب لك جروح او انه يعورك في يدك او يعضك او يجرحك بأي طريقة كانت البس قفزات او خذ معك قفزات ما في مشكلة وهذا كان كل شيء عندي اليوم شكرا على المتابعة شوفكم ان شاء الله في بيديو جديد فأمام الله اشتركوا في القناة